أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن إصدار مليونين وأكثر من تسعمائة وثلاثة عشر ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون جنيه وذلك خلال عام الفين وعشرين جاء ذلك في اجتماع بدوان الوزارة لتوحيد وتحديث بروتوكولات العلاج من خلال إعادة تشكيل اللجان العلمية لوضع البروتوكولات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة عن طريق الاستعانة بالكوادر الشبابية من الأطباء ذوي الخبرات العلمية نوهت وزيرة الصحة بوضع آلية لقياس رضا المواطنين على الخدمة الطبية المقدمة لهم